ونقصد بدورة الموازنة العامة هي كافة الانشطة والعمليات التي تكون الموازنة العامة للدولة وهذه الانشطة والعمليات هي تتعلق بنشاط القطاع العام للدولة والتي تتميز بالدورية والاستمرار وعندما نتكلم عن انشطة وعمليات فنحن نتكلم عن القطاع الذي تمتلكه الدولة عن القطاع الذي تديره الدولة لتحقيق أهدافها العامة لإشباع حاجات المجتمع ولتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وهذه الأنشطة والعمليات لقطاع الدولة العام هي يتم التعبير عنها بصورة نقدية من حيث إيرادات ونفقات ويتشمل كافة وحداتها وكافة نفقاتها سواء كانت نفقات تشغيلية كرواتب وإجور ومصاريف ثابتة بالنسبة للحكومة أو لقطاعه العام أو مشاريع استثمارية أو نفقات استثمارية وهذه التي تنتل بمشاريع الدولة الاستثمارية التي تسعى لتطويرها أو إنشاء خطوط إنتاجها أو إنشاء مشاريع تهدف من خلالها الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكل مرحلة من مرحل الموازنة العامة خصائص ومميزات ومشكلات تنفرد بها وتختلف هذه الخصائص والإشكاليات من مرحلة إلى مرحلة أخرى إحنا الموازنة تتمر بثلاث مراحل اللي هي مرحلة الإعداد، مرحلة التصديق ومرحلة الاعتماد أو التنفيذ إن شاء الله سنوضحها بالمحاضرات القادمة إذن كل مرحلة من مرحل الموازنة لها خصائص ولها إشكاليات بماذا تتميز أو تتجلى أهمية الموازنة؟ تتجلى أهمية الموازنة بارتباطها بين الماضي والحاضر والمستقبل ماذا نقصد بأنها تربط بين الماضي والحاضر والمستقبل؟ كل موازنة يتم إعدادها لها علاقة بالموازنة السابقة وبموازنات لاحقة من حيث 2021 الموازنة اللي يتم إعدادها لها علاقة بمشاريع لم يتم إكمال إنجازها بعام 2020 إذن لابد أن تدرج بموازنة 2021 عند إعدادها إرادات قد لم يتم إكمال تحصيلها بعام 2020 إذن ستترحل ويتم تحصيلها بعام 2021 إذن أكو ارتباط إضافة إلى أنه بـ 2021 قد يتم اعتماد أو إقرار أو الموافق على قيام مشاريع تتطلب إنجازها أربع إلى خمس سنوات إذن هذه ستدرج في الموازنات القادمة لعام 2022-2023 لأن قد الدولة حددت لها تخصيصها المالي من 2021 لكن قد تكون أكو مستجدات تتطلب زيادة بالإنفاق لتمويل هذه المشاريع في الموازنات القادمة إذن بعد هذه الموازنات هناك ارتباط بين السنوات السابقة إضافة إلى السنوات اللاحقة مرحلة التحضير والإعداد والتصديق على الموازنة هنا عدنا مرحلتين اللي هي مرحلة التحضير ومرحلة التصديق اللي يعد أو يحضر الموازنة العامة منوة السلطة التنفيذية واللي صادق عليها ويوافق عليها اللي هي منوة السلطة التشريعية إذن عدنا مرحلتين المرحلة الأولى اللي هي تقدير النفقات العامة لفترة قادمة يعني أنا من أعد الموازنة احنا عرفنا الموازنة هي تقدير تقدير مستقبل للنفقات والإرادات إذن أنا من أعد الموازنة لابد أن يكون عندي تصور أو تقدير لنفقاتي اللي ممكن أنفقها خلال السنة القادمة وللإرادات اللي ممكن أحصلها خلال هذه السنة إذن هذا من اللي قدر من مشروع الموازنة من اللي قدر السلطة الحكومية أو السلطة التشريعية هي اللي تقدر نفقاتي وإرادات هي اللي تعد مشروع الموازنة بعد إعداد مشروع الموازنة ونروح إلى السلطة التشريعية للحكومة أو السلطة التنفيذية تقوم بإحالة الموازنة أو مشروع الموازنة للسنة القادمة إلى السلطة التشريعية اللي هنا نبدأ بالمرحلة الثانية اللي هي هذا المشروع يخضع إلى المناقشة والدراسة لكل فقرة من فقراتها ولكل بند من بنودها من قبل منواء السلطة التشريعية وبعد مناقشته أما توافق عليها السلطة التشريعية أو تعيدها إلى الحكومة من أجل إعادة بعض الفقرات أو البنود اللي ناقشها البرلمان أو السلطة التشريعية ووجدوا أنه تحتاج إلى تعديل أو إعادة صياغة أو حذف إذن هذا كله إلمن متقوم بالسلطة التشريعية إنما تعيد مشروع الموازنة إلمن إلى الحكومة من أجل تعديل هذه البنود والفقرات ومن ثم إعادتها إلى البنود من أجل المصادقة عليها إذن عندنا مرحلتين مرحلات التحضير وأعداد الموازنة والمرحلة الثانية اللي هي التصديق أعداد الموازنة دائماً والسلطة التنفيذية أو الحكومة والتصديق هو من قبل السلطة التشريعية دور السلطة التنفيذية أو الحكومة بمرحلة التحضير والتصديق على الموازنة العامة أحنا أشعرنا قبل قليل أن السلطة التنفيذية هي التي تتولى أمر الأنفاق وتحصيل الإرادات من خلال أدواتها بالتالي هي أعرف باحتياجاتها لما الحكومة هي اللي تقدر أو تتولى أمر تنفيذ الموازنة بعد المصادقة عليها إذن هي أعرف باحتياجاتها والأهداف اللي تسعى إلى تحقيقها لماذا؟ لماذا؟ لماذا أن السلطة التنفيذية هي من تقوم بإعداد الموازنة؟ لماذا السلطة التنفيذية هي من تقوم بإعداد الموازنة؟ لماذا لا يقوم بإعدادها السلطة التشريعية؟ أو البرلمان هو اللي يعد الموازنة العامة؟ لماذا نلجأ إلى الحكومة لإعداد الموازنة؟ ولماذا أنه هذه حق للحكومة بإعداد الموازنة وحق للبرلمان بالمصادقة عليها أولاً لابد أن نوضح أنه عملية إعداد الموازنة لابد أن تقوم بها الحكومة والسلطة التنفيذية حصراً دون السلطة التشريعية لعدة أسباب السلطة التنفيذية أو الحكومة هي أعرف بإحتياجات مؤسساتها ومشاريعها وقطاعاتها هي أعرف بالمشاريع المتلكة هي أعرف بإحتياجاتها هي أعرف بالأهداف التي تسعى لتحقيقها بالتالي هي التي ستنفذ الموازنة يعني بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان من التي سنفذها الحكومة بالتالي من أن أنفذ موازنة أن أعديتها لأنني أعرف ما هي الأهداف التي أريد أن أحققها شنو القطاعات المتلكة التي أحاول أن أشجعها وأحفزها شنو المشاريع التي تحتاج إلى دعم من قبل الحكومة شنو القطاعات التي تحقق إرادات وممكن تدعيمها لتحقيق أداء أفضل شنو الفرص الاستثمارية اللي ممكن أن الحكومة تستفاد من عدها شنو المواردها الاقتصادية الموجودة اللي ممكن تستغلها لتحقيق أفضل عائد ممكن هذا كل الحكومة تعرفها مو البرلمان البرلمان يجي مشروع موازنة ممكن يناقش بنودها هل هي متوال موية القوانين هل هي تحقق العدالة هذا اللي ممكن يناقش الحكومة ببعض الفقرات ببعض النقاط اللي تكون مبهمة بالنسبة إلي أما الإعداد أو التنفيذ فهو من اختصاص الحكومة فضلاً عن أن الموقف المالي هو بيد الحكومة الحكومة تعرف موقفها المالي تعرف إراداتها من تتحقق نفقاتها بها أبواب حتروح فإذن هي التي لابد أن تقوم بإعداد الموازنة طريقة تقدير نفقاته والإرادات في الموازنة الحكومة أو سلطة تنفيذية لما نتعد موازنة من أن أجي أقدم مشروع الموازنة من أجي أقدر نفقاته وإراداته لابد أن تكون موجودة لدى الحكومة مجموعة من الأسس اللي على أساسها تقوم بتقدير نفقاتها وإراداتها نأتي على أولا تقدير نفقاتها الحكومة شون ستقدر النفقات تقدير النفقات ليس بالمسألة الصعبة وإنما ماذا تتطلب أن تكون حقيقية أي أن تتميز بالدقة بالدقة أهم ما يميز النفقات لابد أن تتميز بالدقة بشكل تقريبي لا يمكن أن تكون دقيقة مئة بالمئة لماذا؟ لأننا نقدر لفترة قادمة فإذن تقديرها ليس صعب وإنما لابد أن يكون حقيقي فلازم نراعي به شنوى الدقة في فرصة تم تقدير النفقات أو اعتماد على طريقتين الأولى اللي هي أولا الاعتمادات التحديدية ماذا نقصد بالاعتمادات التحديدية؟ هي اعتمادات اللي يتمثل حد الأقصى من قدرة الحكومة على أنفق دون الرجوع إلى السلطة التشريعية يعني أنا عندي نفقات لابد من أنفقها إلى حد معين دون الرجوع إلى السلطة التشريعية وهذه النفقات هي نفقات ثابتة تتغير بشكل طفيف من سنة إلى أخرى فتكون عندي واضحة مثلا العجور والرواتب اللي هي تتغير بنسبة جدا ضئيلة فهذه تكون واضحة عندي واضحة وثابتة بالنسبة لي عني كحكومة أما الثانية الاعتمادات التقديرية فهي النفقات التي يتم تقديرها على وجه التقريب اللي هي يا نفقات تلك التي مخصصة للمرافق والمشروعات التي لن تستقر تكالفة احنا قلنا التحديد يش يتمثل راتب رواتب وعجور هذه تقريبا ثابتة ومعروفة عندي من سنة إلى سنة تتغير بشكل طفيف أما الاعتمادات التقديرية فهي تتمثل شنو مشروعات الحكومة اللي ما أقدر أقدر تكاليفها عفوا بشكل صريح واللي تعرض على البرلمان يعني موافقة البرلمان مو على حجم النفق وإنما الهدف من هذه النفق الهدف من إقامة هذا المشروع أو الهدف من استمرار دعم هذا المشروع هل مثلا يحقق إشباع للسوق المحلية يقضى على البطالة أو يعالج مشكلة البطالة هل هو يدعم إشباع حاجات المجتمع شنو الأهداف الاجتماعية أو الاقتصادية اللي تتحقق من عندها هل يوفر عملة هل يحقق أرباح إذن الهدف من هذا المشروع هذا اللي يتم مناقشته من قبل البرلمان أما بالنسبة للحكومة فتقدير مبلغ أو تكاليف الأنفاق هذا مو موضوع مهم وإنما ممكن أن الدولة بعد ذلك في حال أن تجاوز الاعتماد أو مقدار النفق المخصص ممكن تلجأ إلى البرلمان من أجل توفير اعتمادات مالية إضافية من أجل دعم هذا المشروع في حال عدم كفاية المبالغ التي تم تقديرها بالبداية هذا بما يخص تقدير النفقات قلنا اعتمادات تحديدية وإضافة إلى اعتمادات تقديرية الثانية نأتي على تقدير الإرادات تقدير الإرادات إحنا قلنا النفقات هي مو صعبة تقديرها بس تحتاج إلى الدقة الإرادات هي من الصعوبة لماذا؟ لأن على أساس الإرادات اللي تتحقق عندي أني نفقاتي حتكون ضوء هذه الإرادات إحنا قلنا الحكومة هي عكس الأفراد الأفراد يحدد إرادة ومن ثم ينفق الحكومة لا تحقق أحدد نفقاتها ومن ثم توجد الإرادات الكافية لهذه النفقات فأني في ضوء المشاريع القائمة عندي أو في ضوء النفقات القائمة عندي أنا لازم أحدد إراداتي هذه الإرادات تتحدد بعدة طرق طريقة التقدير الآلي هاي الطريقة الأولى والطريقة الثانية التقدير المباشر طريقة التقدير الآلي هي بيها ثلاث طرق عندنا طريقتين اللي هي التقدير الآلي والتقدير المباشر طريقة التقدير الآلي اللي هي ما تخضع للإجتهادات الشخصية من أبرز هذه الطرق التقدير اللي هي طريقة السنة قبل الأخيرة السنة قبل الأخيرة يعني أنا من أجي أقدر إراداتي العام 2021 أعتمد على الحساب الختامي لعام 2020 على موضوع أقدر إراداتي في 2021 ألجأ إلى الحساب الختامي لعام 2021 إذا كانت الإرادات المتحققة فممكن هذه أحد الطرق التي أعتمدها بتقدير الإرادات وفق التقدير الآلي الطريقة الثانية اللي هي باء طريقة الزيادة أو النقصان النسبي ماذا نقصد بطريقة الزيادة أو النقصان النسبي أنا على موضوع أقدر إراداتي في 2021 ألجأ إلى 2020 إرادات 2020 هذه الإرادات نأخذها إضافة إلى من قلنا طريقة الزيادة أو النقصان النسبي في حال توقعت أكو رواج اقتصادي بـ 2021 إذن ممكن تكون نضيف نسبة 10% إنه ممكن تصير زيادة بإراداتي بـ 2021 أما إذا توقعت لا بـ 2021 هيكون أكو كسادة أو أزمة اقتصادية إذن أنا أتوقع حيصير انخفاض بإراداتي عن 2020 بنسبة 10% إذن هذه النقصة بالزيادة أو النقصان النسبي إنه أنا اعتماداً على السنة الأخيرة وأضيف لها 10% إذا توقعت تحزن أو رواج اقتصادي وأقل 10% إذا توقعت إنه حيصير كسادة أو أزمة اقتصادية هاي طريقة الثانية الطريقة الثالثة بالتقدير الآلي اللي هي طريقة المتوسطات هذه عفوشي طريقة المتوسطات اللي هي أقدر إراداتي على سنوات الثلاثة الماضية يعني 18-19-20 نشكت كان متوسط الإراد واعتمد كأساس العام 2021 هذه ثلاث طرق اللي هي من ضمن التقدير الآلي لإراداتي أما الطريقة الثانية اللي هي ثانياً طريقة التقدير المباشر هذه اللي شرحنا سابقاً هي كل ما ضمن التقدير الآلي التقدير المباشر إهنان إهنان لا أترك الكل مؤسسة أو الكل قطاع يحدد لي مصادر إراداته وبالتالي ما ممكن أن يتحقق بكل مشروع من إرادات مثلاً وزارة المالية شنو الإرادات شنو حصلت الرسوم شنو حصلت الضرائب إذن كل قطاعي عدلي أو كل مؤسسة أو كل مشروع عام عدلي عدلي أنه شنو الإرادات بشكل دقيق وتفصيلي اللي ممكن يحصل عليها التقدير مباشر وممكن هذه يعتمدها في تقدير الإرادات المتوقعة للسنة القادمة هذه محاضرتنا لهذا اليوم غداً نشرح إن شاء الله مراحل اعتماد الموازنة العامة أتمنى تكون المحاضرة واضحة بالنسبة لكم شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً